اشتركوا في القناة في السوق المحلية واشهد الرميح ببرنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية وما يوليه من اهتمام وحرص في سقل الكوادر الحكومية الشابة وتعريفهم عن قرب على الية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية الامر الذي سيساهم في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم بما يخلق جيلا قادرا على مواصلة تقديم كل ما من شأنه رفض العمل الحكومي ودفع عجلة النمو والازدهار في المملكة وخلال اللقاء قدم الرميح شرحا مفصلا حول جهود مبادرات مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل النوعية في السوق المحلية وفقا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كما تحدث الرميح عن القطاعات الاقتصادية التي يركز المجلس على تطويرها لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودع الرميح منتسي ببرنامج النائب الاول للاستفادة من البرنامج واللقاءات المباشرة مع المسؤولين وصناع القرار في الجهات الحكومية بما يضمن تطوير مهاراتهم الاساسية في طرق البحث والتحليل والقهادة والذي ينعكس على تطوير العمل الحكومي في المؤسسات المختلفة